الرحيم أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية في هذا الأسبوع طلابي نلتقي للحديث عن فيلم أريد حلا وهو من الأفلام الموجودة معنا في المادة المطلوبة لهذا الأسبوع حيث سنتحدث عن الشخصيات سيتم الحديث عن موضوعات الفيلم وهي موضوعات متعددة حيث أن الفيلم تكون شخصياته مدحة وزوجته درية وبعد ذلك أخو درية وهو رؤوف وهو فنان تشكيلي الفيلم يتحدث عن عدة قضايا لعل من أهم هذه القضايا التي يتحدث عنها فيلم الأيد النائمة قضية الطلاق أو قضية قانون الأحوال الشخصية المعمول به في مصر آنذاك أيضا يتحدث الفيلم عن تربية الأبناء سنذكر بعد قليل كيف نتحدث عن تربية الأبناء أيضا يتحدث الفيلم عن العلاقة بين الأزواج والتعاملات ما بين الزوجين في خلال الأسرة وأمام الأطفال أيضا نتحدث عن قانون الزواج والقانون الشخصي في مصر والمحاكم وما يدور في المحاكم الحديث عن الرشوة الحديث عن فكرة التبرير لخلع الزوجة لزوجها في حال رفض الطلب تدور أحداث الفيلم طلابي حول درية ومدحة مدحة رجل دبلوماسي من الواجب المفروض بذلك الوقت أن يتزوج من امرأة من بلده عربية ورئيسة أجنبية وفعلا تزوج من درية وذهب إلى فرنسا وبعد ذلك شاهدت درية عدة تصرفات غير أخلاقية على مدحة مما اضطر أن تبتعد عنه ولكن عادات والتقاليد المجتمع المصري ترفض الطلب بعد ذلك أنجبت منه طفلا انتظرت حتى كبر الطفل وذهب إلى الجامعة وبعد ذلك ليبدأ هو حياته عادت هي لتطلب من زوجها مدحة الطلاق بدون الأسباب وأمهار الأسباب للطلاق تفاجأ مدحة وكعادة أي رجل يرفض ذلك لأنه هو من تزوج وهو من يطلق وهو المسؤول عن أمور العائلة فرفض كل الرفض مدحة أن يطلق درية انتجهت درية إلى طريق آخر رغم أنها كانت تريد أن تنتهي العلاقة الزوجية بينه وبين مدحة دون الإساءة إلى الإبن الذي سافر لبناء مستقبله وحفاظا على سمعة العائلة ولكن مدحة رفض مما اضطر لدرية أن تذهب وتلجأ إلى المحاكم وإلى الخلع دون إبداء الأسباب أمام المحكمة وكما تعرفون أن المحكمة إذا لم يكن هناك سببا مقنعا شرعيا للخلع لا تخلع المرأة من زوجها وبذلك قام شوكة بإحضار الشهود وشهود زور وحلفان يمين ورشوة قدمها من مكانة السياسية والواسطة التي كان يتمتع بها مدحة رفضت المحكمة قرار ورفضت المحكمة كلام درية مما رفض القضية كاملة وإجبار درية العودة والعيش في بيت زوجها مدحة هذا القانون وهذا القرار أدى إلى صدمة صدمة حقيقية في المجتمع النسوي في مصر على ذلك مما أدى بعد ذلك إلى تغيير قانون الجنسية أو قانون العمل الشخصي في مصر وهو قانون الأحوال المدنية آنذاك هذا طلاب مجمل حديثنا في هذا الأسبوع شكرا لحسن استماعكم على أمل اللقاء بكم بحول الله دمتم برعاية الله طلاب